السلام الله عليكم واسعد الله ومساءكم ان شاء الله سوف اشارك معكم موضوع زراعة البتنجال من البذور من احساس من المربح لانها غير مكلفة وسهلة العناشة ويمكنك زراعتها في أي تربة الرملية والطينية والسوداء وحتى التربة اللي فيها وحد ملوحة أن البوتنجال معروف عليه في المقاومة الملوحة كذلك وكذلك مقاومة للحرارة لكي تبصل تل 45 درجة فكيما كنتلاحظوا معي الإخوان لذي زراعة البوتنجال على هذا الشكل غد نتكلمه للتكاليف غد نتكلمه للتستراتيجية اللي كنعمل الآن مع البوتنجال اللي يمكن لي ينزرع بوتنجال طيلة الثانة ولكي يخلي لي وحد أرباح من حيث تسويق الإخوان غد نتكلمه كذلك من حيث تسويقه بحيث انتاجيه فكيما كنتلاحظوا معي الإخوان بوتنجال نقوم بزراعتي على من البودور في بيت بلاستيكي لمدة شهر لماذا نستعمل بيت بلاستيكي لكي نقوم بالتسريع النومو ديالو بس نخرجوه مباشرة ونقوم بزراعة شكلات على البوتنجال اللي غد تشوفوا معي في هذه الحلقة بالنسبة للإخوان غد تشر البودور ديالك غد تقوم بزراعتي على بيت بلاستيكي غد تحتاج إلى سامات الكونبوست اللي غد تشوفوا معي غد تزرع البودور ديالك بطريقة سهلة جدا تقريبا بعد شهر ونس غد تقوم بإخراجها مباشرة وزراعتي في التربة مباشرة بالنسبة للإخوان بلاستيك الأسود را يمكنك تستعمله أو لا يمكنك الاستعماله وطريقة ثقيفة هي معروفة طريقة تنقيد باش نقوم بالتسميد بسامات الكيميائي لكي نقوم بزيادة الإنتاجية كذلك من حيث المصارف الإخوان لما فيس واحد مصارف مقارنتين من أربح دياله فأنا كنا نعتبر من أفضل زراعات التي يمكن للفلاح الصغير أو الفلاح المبتدئ أو الشاباب يمكن لهم يبدو بها ولما لا تدخل في زراعات أخرى مثل الفراولة إلى آخر موما الإخوان غيري بس تبدأ ببنجل لأنه يعتبر من الزراعات التي توجنا كل أسبوع ولك تخليه واحد أربح جيدة فكما كنت لاحظة معي الإخوان هذه البودور لكي نستعمل الآن ويمكن لك تأخذ أي بودور لكي تفضلتها على حسب فأناك نفضل هذه البودور لأن الثامن دياله نوعا مع رخي سوعده واحد جودة جيدة تقريبا في كل الكيس توجد تقريبا ألف شتلا ميلون بوت هذا هو الأمر جيد الثامن دياله 250 درهم مغربية أي 25 دولار للكيس الواحد بالنسبة للكيسان سنزل عليها تقريبا تحتى تخدمه أما بينجيس قدامه نص إلى ثلاثة رأي على حسب الإخوان الخط اللي قد تستعمل 8 متر 40 متر 50 متر 60 متر على حسب وخاصة الإخوان لعدم أجزار مجموعة كذلك رأي ممكن لك تزرع فكما كنت لاحظوا وقد نحتاجوا تلك الكياء العولة البلاستيكية كذلك لتهمان دياله رخيسة إخوان تقدر تأخذها بيدرهم حتى نديرها مونس فعلى حسب تقريبا فيها 81 بضرة ممكن لك تزرع فيها وقد تحتاج أذلك الكمبوستر إخوان تقريبا تحتاج 1-4-8-60 درهم مغربية كما كنت لاحظوا معي الإخوان نقوم بزراعته مباشرة في التربة في البيت البلاستيكي وبعد شهر ونص نقوم بإخراجه في التربة أو زراعته في الحقل مباشرة بالنسبة الإخوان الإنتاجي هذا الخدام إذا جزت خدامه وشحال كانوا كيعتوني كانوا كيعتوني تقريبا أسبوعيا وحد 120-130 صندوق بالنسبة بطنجال الإخوان لا يبدأ معك 120-130 يبقى تدريجيا مثل أي زراعة من الخضرات في الأسبوع الأول 10 15-60-80 100 فما فوق هو معك بالنسبة الإنتاجية بالنسبة فترة الحصادية ستستمر معك تقريبا 5-5 أشهر هنا فينا الإخوان سنشارك معكم الاستراتيجية بالنسبة عندك هكتار أو عندك ربعات الخدامة أو عندك غير جوش خدامة ما ستزرع هم كاملا كيف ستزرع في الأول نصف مثلا إخوان زراعة تبو تنزم في سهر جوز ستقوم بإزالته في سهر 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 مثلا البوتنجا لتشمان ليستقرش الفل تقدر بها 45 درهم الصندوق 50 درهم 60 درهم 100 درهم لماذا يستطيع بإزالة لا يحاول زراع الكمية في الأول كاملة يستطيع السوق في الأسبوع الأول 25 درهم 20 درهم بالنسبة البوتنجا لأخوان كنعرف تشمان ليستقرش أقل الأخوان ستقوم بيع الصندوق على حسب 25 درهم 20 درهم الصندوق هذا كأقل تقدير وبالنسبة لأخوان ما كنعرف الشهر 8 حتى الشهر 12 وشهر 1 كيكون تعمال مرتفع لكي وصل تعمال 2400 الصندوق على حسب المنطقة التي فيها وحسب طريقة تسويق ديالك فبالنسبة للبيع أخوان تقوم بيعي في المزرعة أفضل بدون الذهاب أسوق لكن أشخاص مختصين في هذا شراء البوتنجار وورا الفلاحين يديش في هذا المزرعة عارف بيع الشرعية اللي يشري هذا البوتنجار والفلفل والطعماتين يكون عندك الإنجاز فكما كنت تلاحظ معي طريقة تسوي ديال والإخوان على هات الشكل طريقة شاهلة جدا في الأول وكذلك الإخوان لا يحتاج 1% لأنه مقاومة من الحرارة تقريب 1 ساعة في اليوم هذه ساعة في اليوم تقريب بالنسبة للتربة الرملية وأما بالنسبة للتربة الرملية تقدر تستقي غير ثلاثة مرات في الأسبوع وتصرب السوداء كذلك ثلاثة مرات في الأسبوع وهذا تقوم ببعض مبيدات مثل الدودة الخاضراء أو الدودة القتل اللي تصيب المحصول تقوم بتقب اقتمار بطنجال وذي المعلومة بزراعة بطنجال وخاصة الإخوان اللي بغير يبدو في المجارة صراحة المجار مربح لأنه غير مكلف تقريبا هكتار واحد من الأرض غير تقعم لك 5,000 درهم هذه إلا مكتش غير تستعمل سماد البلدي أو سماد العضوي تقريبا كذلك غير تشري كذلك الإخوان وغادي توضعه في خطوط كذلك فبالنسبة الهكتر واحد تقريبا أربعة شاحنات بالنسبة لخدام واحد أو شاحنة واحدة كافية لأنك تستعمل وسط الخط هل في اللحين عارفين هالطريقة وغادي نشارك معكم الطريقة الإخوان لماذا شارك معكم هذه الحلقة لأن أنا مقبلي لزراعة البوتنجال ومازال المزارعين كيف تسأل حولها الزراعة هل هي فعلا مربحة أم لو وخاصة الشباب بالنسبة ليا الإخوان أفضل مجال الاستثمار والمجال الفلاح صغير عرف في اللح كيف يتعامل معه سوال عندك أرض أم عندك لما كانت عندك كري أرض نوع ما في المتناول مقارنة إخوان من أربع لبوتنجال أسبوعيا إلا حسبنا في شهر تقريبا 4 جنيات أو 4 حسد الحسد سيكون عندك تقريبا 1 مليون ونص فما فوق عندك فقط بوتنجال الإخوان اللي يستهنوا بالفلاحين ويقول لا يوجد الأرباح أرى اللي يقول لا يوجد الأرباح عرف ورى ما عرف اللي ولو أو لما بغيك الزراودي اللي عرف آنا بالنسبة لبوتنجال أنا شاركت معكم هات الخطوات وخاصة الشباب اللي كانت تواصل معهم يبدو في هذا المجال يمكنك تبدأ فيه بعدك ما كانت عندك قدر لنلمان را يمكنك تشارك مع شي شخص آخر ونتعلق في هذا المجال إخوان لي في 1 4 جيدة جدا وبالتوفق للجامع وأي تساعد متعلق به الزراعة مرحب مليكم إخوان